أجل إحياء التراث والحفاظ على العراقة والمضي قدما إلى المستقبل من أجل تقديم الخدمة الأفضل فتبنت الدولة إقامة عشرة مشاريع ضخمة من المتاقة الإنتاء منها في عام 2020 نتبع من أجل استعادة رونق القاهرة التاريخية والحفاظ على مكانتها إقليميا ودوليا تتبنى الدولة المصرية إقامة عشرة مشروعات عمرانية عملاقة وفقا للتخطيط العمراني 2020 خطة المشروعات الأملاقة في القاهرة تهدف إلى تشجيل استثمارات الخارجية وخلق أكثر من مليون ونصف المليون فرصة عمل جديدة وإنهاء مشكلة التكدس السكاني والازدحام المروري وتنشيط السياحة المصرية بدأ المخطط العمراني الجديد في القاهرة منذ عام 2016 ومن المقرر أن ينتهي في عام 2020 بإجمال خمس سنوات لتكون بذلك من أسرع المخططات العمرانية في العالم من حيث معدلة التنفيذ ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم العناصر التي ترتكز عليها خطة تطوير القاهرة استبلغ مساحتها 170 ألف فدان وحتى اليوم تم الانتهاء من تنفيذ المرافق والطرق والبنية التحتية للمرحلة الأولى وتنفيذ مطار العاصمة الإدارية الجديد ومحطة كهرباء العاصمة بقدرة 4800 ميجاوات كما تم تنفيذ الحي السكاني الذي يشمل 25 ألف وحدة فيما وصلت معدلات الإنجاز في الحي الحكومي إلى نسب متقدمة تسمح بنقل الوزارة والهيئة ومجلس النواب نهاية العام المقبل ويشمل مخطط تطوير القاهرة استكمال مشروع القاهرة الخدوية ومشروع مثلس مسبير ومدينة الفسطات الجديدة وهي كلها مشروعات تهدف إلى تغيير وجه العاصمة لتتوكب مع الحداثة العمرانية وفقاً لأحدث المعايير العالمية مع الحفاظ على الهوية التاريخية ترجمة نانسي قنقر